على مدى أشهر من العملية العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر يعاني أهالي غزة من كارثة إنسانية متفاقمة وتؤكد تقارير أممية سقوط آلاف الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة من قطاع غزة الذي أصبح أشبه بمدينة منكوبة إنسانياً وإذا ما تحدثنا عن موجات النزوح فتقدر الأنروا أن نحو مليوني فلسطيني أي أكثر من ثمانين بالمئة من السكان تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى داخل غزة واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة ويتكدس النازحون في ملاجئ داخل أو بالقرب من مرافق الأنروا مثل المدارس وفي خيام مؤقتة أو منازل لم تدمر تماماً في الحرب لكن حتى المدارس لم تسلم من القصف الإسرائيلي فلنشاهد جانب من معاناة الفلسطينيين شوفوا كيف الدمار كل الناس سابوا الخيام والوضع يعني حرام عليهم الدول وين الدول؟ ليش هيك سايبيننا يعني أنتوا حرام عليهم حرام عليهم هالأطفال بتتقطع عملهم زنب اللي بيجوا من هنا ومن هنا وكل الدنيا دمار دمار تطلع يجي يشوفوا صوروا يشوفوا يجونا في قلب الدور إحنا بدناش نطلع بدنا نموت في دورنا لكن إحنا ما بدناش يجونا لحدنا أخذوا أولادنا وأخذ جزاننا وأخذوا طلعونا قالونا هذا مكان آمن طب فيش مكان آمن؟ أنا بكلمك يعني إحنا مش ملاقين مكانها قد نقعد فيها قد احنا في الشارع مرميين ويقول البنك الدولي في أحدث تقرير له بشأن الأضرار التي أصابت قطاع غزة إن الحرب أسفرت عن إطلاف أو تدمير رحو 30 ألف وحدة سكنية أو ما يعادل 70% من جميع منازل القطاع وتقدر الأمم المتحدة أن إزالة الألغام أو الكمية الهائلة من الأنقاض بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق نحو 15 عاما المجاعة تلوح في الأفق حيث كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص في غزة يعانون من مستويات جوع كارثية والأوضاع أكثر سوءا في الشمال وأفادت وزارة الصحة في غزة أن عشرات الأطفال فارقوا الحياة نتيجة سوء التغذية والجفاف الأمراض تتفشى وسط نظام صحي مدمر في قطاع غزة حيث تشير تقارير طبية إلى أن البنية التحتية الصحية في غزة دمرت والمستشفيات القليلة التي لا تزال موجودة تكافح من أجل العمل بسبب النقص الحاد في الإمدادات والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وبغض النظر عما آلت إليه الأمور فإن المتضرر الأكبر من هذه الحرب هم الأطفال والنساء والمسنون الذين لا حول لهم ولا قوة ناهيك عن الأزمة الإنسانية في غزة التي وصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم